وفي طار مشاركة في الحدث رفيع المستوى الذي تنظم المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان بجنيف يومي الحادي عشر والثاني عشر من ديسمبر الحالي إحيان للذكرى الخامسة والسبعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان شارك وزير وشؤون الخارجية والهجرة والتونسين بالخارج نبيل عمار في جلسة إعلان التعاهدات من قبل وفود الحكومات المشاركة وأعلن وزير الخارجية في البيان الذي أدل به باسم تونس عن تعاهدات الجمهورية التونسية وهي مواصلة تعزيز الإطار التشريعي والقانوني في مجال حقوق الإنسان بما يتماشى مع المعايير الدولية واستكمال تركيز المؤسسات الدستورية وغيرها من المؤسسات المعاضدة للجهود الرامية إلى تعزيز منظومة حقوق الإنسان ومواصلة الجهود الرامية إلى التصدي لكافة أشكال العنف ضد النساء والفتيات إضافة إلى مواصلة العمل لدعم حقوق الشعب الفلسطيني التي لا تسقط بالتقدم وغير القابل لتصرف في تقرير مصيره واستعادة جميع أراضيه السليبة ترجمة نانسي قنقر